ينام طالب لجوء الأفغاني سلمان الكحيل في خيمة في شارع صغير خلف المكتب الإيرلندي للحماية الدولية في دبلن ويكشف المخيم الذي أقيم في أدار مارس في وسط العاصمة الإيرلندية حجم أزمة المشاردين من طالبية لجوء في هذا البلد الذي يشهد صعوداً لليمين المتطرف المناهضي لاستقبال اللاجئين إنها تمطر اليوم إنها تمطر كل يوم الجو بارد في أوقات وحار في أوقات أخرى الوضع ليس جيداً البعض بقي هنا لشهرين ولثلاثة وأربعة أشهر والمشكلة في الطعام بالإضافة إلى الخيمة الوضع ليس جيداً وتفيد أرقام المجلس الإيرلندي للاجئين أن 1393 طالب لجوء ترك في الشوارع لمدة تصل أحياناً إلى عشرة أسابيع منذ نهاية كانون الثاني يناير بين هؤلاء ثلاث نساء حوامل وأربعة قصرين لا يرافقهم ذوهم بحسب المصدر نفسه وصلت إلى إيرلندا قبل شهرين لأول مرة أبيت في متنزه وفي الشارع الأمر سيء للغاية والجو بارد جداً خلال الليل ولجأ أكثر من سبعين ألف أكراني إلى البلاد في 2022 وفي العام نفسه تلقت الدولة أكثر من 13 ألف طلب لجوء إضافي وتبدو السلطات غير قادرة على استيعاب طالبي اللجوء في بلد يعاني من أزمة سكن مزمنة وينقصه 250 ألف منزل أساساً بحسب الحكومة تجربة العيش في الشوارع كانت صعبة للغاية لقد عملنا مع أشخاص تعرضوا للاعتداء وأشخاص يعانون من مشاكل صحية فقمتها الظروف المعاشية الصعبة ومنذ بداية أيار مايو كانت هناك تظاهرات متفرقة لليمين المتطرف أسفرت عن حرق قيام وأدى الاستياء العام من وضع الإسكان إلى ردود فال معادية للاجئين صدرت عن اليمين المتطرف الذي يؤكد بلا توقف أن إيرلندا امتلأت ومنذ تشرين الثاني نوفمبر نظمت تظاهرات في شمال ديبلن ضد خطط إيواء طالبي اللجوء واندلعت احتجاجات في مناطق ريفية أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر